يتشارك الأغنياء حول العالم في بعض العادات التي يمكنك إضافتها لقاموس حياتك والبدء في تنفيذها عليك تقترب أكثر من تحقيق حلمك 1- يأخذنا الأمور ببساطة يمكنك أن تتخيل عدد وأهمية القرارات التي يتخذها الأغنياء يوميا خاصة تلك التي تتعلق بشركاتهم وكيفية استثمار أموالهم في المقابل هناك قرارات يومية تستهلك الكثير من وقت الشخص العادي يفضل الأغنياء تجمبها على سبيل المثال ماذا سنأكل اليوم؟ وماذا يجب علي أن أرتدي للعمل اليوم؟ يتجنب الأغنياء استهلك الوقت للتفكير في هكذا قرارات فمرك زوكير بيرغ مؤسس فيسبوك يرتدي يوميا تيشرت بلوان واحد حتى لا يضيع وقته في اختيار ملابسه وقبله الراحل ستيف جوبيز 2- لا يتصفحون باردهما الإلكتروني صباحا إذا كنت تدير عملا صغيرا فعليك الرد على عدد هائل من الرسائل الإلكترونية يوميا فما بآلك بشخص يدير عد شركات؟ قد يصبح الرد على البريد مهمتا بلا نهاية إذا لم تنتبه له لغزا لا يفدل الأغنياء الرد على بريدهما الإلكتروني في الصباح الباكر ويؤجلونه غالبا لفترة ما بعد الظهيرة ليستغلوا فترة الصباح في أشياء نفع 3- يستيقظون من النوم باكرا هل لازلت تستيقظ من النوم في الساعة مال 11 قبل الظهر عليك أن تعيد التفكير في تلك العادة اليومية على سبيل المثال يستيقظ ريتشارد بيرانسون مؤسس مجموعة فياروجن من النوم حوالي ساعة 5 قسمة 3 صفر صباحا ومثله يستيقظ معظم الأغنياء في هذا الوقت لممارسة الرياضة أو التأمل أو القراءة اليومية فعندما تستيقظ من النوم أبكر من أي شخص معك في العمل فإنك تحصل على وقت ضفي والأهم أنك تحصل على أفضل ما في اليوم ساعات الصباح الأولى 4- يشغلون أنفسهم يبلغ معدل عمل الشخص العادي أسبوعيا 40 ساعة يعمل الأغنياء عادة انضع في هذا المعدل وفي بعض الحالات أكثر من ذلك على سبيل المثال يعمل أهليون موسك مؤسس مجموعة تسل من 80 إلى 100 ساعة أسبوعيا إذ يحرص الأغنياء دائما على عدم إضاعة الوقت في المهام الروتينية ويعرفون كيف يوكلونها إلى غيرهم 5- يتعلمون باستمرار لا ينتهي التعلم بالنسبة للأغنياء مع انتهاء المرحلة الدراسية إذ يقرأ حوالي 88 منهم يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل ومعظمهم يقرأ كتابين أو أكثر في الشهر بالإضافة إلى المحاضرات العامة وحضور الدورات المتخصصة في مجالاتهم ما يميز الأغنياء عن غيرهم في القراءة وأنهم يسعون دائما لتنفيذ ما يقرؤونه في حياتهم العملية للحصول على نتائج أفضل